بعد الإعلان عن تحرير غير منقوص تستمر الاشتباكات شمال مدينة بنغازي لليوم الخامس على التوالي بين قوات مجلس شورى الثوار بنغازي وميليشيات ما يعرف بعملية الكرمة مع استمرار قصف الطيران الأخير الموالي لميليشيات الأخير على المنطقة ففي الخامس من يوليو ظهر مجرم الحرب حفتر على شاشات قانواته معلنا ما سماه انتصارا وفي مساء ذات اليوم تعلن غرفة عمليات تابعة له استمرار الاشتباكات في المدينة الأمر الذي ينفي ضمنيا التحرير 150 قتيلة وجرح تجاوز عددهم المائتين كانت حصيلة اشتباكات الأيام الخمس الأخيرة في صفوف ميليشيات ما يعرف بعملية الكرمة وفي بيان صدر عن كتيبة شهداء ليبيا الحرة التابعة لمجلس شورى الثوار بنغازي لأهل ليبيا أكدت ثبات عناصرها في مواجهة مشروع الثورة المضادة الذي يقوده حفتر ومن ورائه دول تسعى لاحتلال البلاد وتركيع أهلها ونهب مقدراتها كما ذكرت الكتيبة أهل ليبيا أن ثوار بنغازي أهل للسلام ودعاة له مؤكدة رفضها التفريط في حق سلب أو عرض انتهك فلم يبخى المقاتل شورى ثوار بنغازي منذ تشكيله عام 2014 عن تقديم أرواحهم فداء للحق ودولة العدل ونصرة للمظلوم ودفعا للظالم فكبدوا ميليشيات الكرمة خلال حرب مسيرتهم أكثر من خمسة عشر ألف قتيل وقرابة الثلاثين ألف جريح ما جعل بعضا من قبائل بنغازي التي زجت بأبنائها في حرب الأسير تراجع نفسها وتسحب ما تبقى لها من صفوف عملية عجزت عن إنهاء الحرب في بنغازي رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات من القتال المستمر